أكتب اليوم هذا المقال ليس للثناء على رئيس الدولة حفظه الله بل أكتبه للتاريخ أكتبه لأضع شهادتي أننا ما سبقناه في شيء يخص تلبية احتياجات المواطنين إلا سبقنا فيه أكتبه ليتعلم القادة في كل مكان أن تلمس احتياجات المواطنين وتلبية متطلباتهم لا يحتاج لكثير من الضوضاء والكلام أكتبه لتعرف الأجيال أن هذا الرجل الذي بدأ تولي مناصب رسمية منذ نهاية الستينات ولغاية اليوم لم يتوقف يوما عن العمل وعن تتبع احتياجات شعبه وتلمس مشاكلهم وقضاياهم وحلها يعالج المواطنين على نفقته يقضي الدين عن المديونين بنفسه يتابع مشاريع إسكان المواطنين بشكل شخصي يفك المسجونين ويكرم الوافدين ويمد يد الخير للمحتاجين ورغم انغماسه في متابعة شؤون دولته ومواطنيه هو من أكثر الناس تلمسا لاحتياجات الشعوب الأخرى وأكثر القادة عطاء وأكثرهم رحمة بالمسكين والمشرد والجائع وصاحب الحاجة ويضيف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم في مقالته خليفة بن زايد صاحب مدرسة مختلفة في القيادة وصاحب فلسفة متفردة في إدارة الدول والشعوب وصاحب منهج جديد في إسعاد الناس منهجه وفلسفته ومدرسته هو الإنسان كل إنسان له قيمة عند خليفة بن زايد كل مواطن له أولوية كل فرد يستحق أن يعيش حياة كريمة كل شاب يستحق أن يكون له فرصة كل امرأة تستحق أن تحقق طموحاتها كل مريض يستحق أن يعالج كل أسرة تستحق أن تسكن كل صاحب حق يستحق أن يأخذ حقه كل محتاج يستحق المساعدة بغض النظر عن مكانه أو عمله أو جنسه أو دينه وكل ذلك يراه شيخ خليفة مسؤولية شخصية عليه وواجبا ضمن واجباته وأولوية في جدول أعماله خليفة بن زايد هو قائد عالمي متفرد ومختلف وناجح ومحبوب من شعبه يعمل بهدوء وينجز من دون ضجيج ويتابع عن قرب ويتفانى بكل إخلاص ويختم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي مقالدة خليفة بن زايد هو قائد وقدوة وهو سيرة ومسيرة نتعلم منها كل يوم خصصنا هذه الأيام لنشكره جميعا لأنه يستحق الشكر ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله وأبدأ بنفسي فأشكره بالنيابة عن كل مواطن ومواطنة وأشكره بالنيابة عن كل أسرة سعيدة في هذا البلد وأشكره بالنيابة عن كل مزارع وصياد ومعلم ومهندس وطبيب وغيرهم وأشكره بالنيابة عن آلاف الشباب الذي وفر لهم الفرص وأشكره بالنيابة عن آلاف المرضى الذي تكفل بعلاجهم وآلاف المحتاجين الذين سدد ديونهم وأشكره بالنيابة عن دولة الإمارات التي بدل لها وأعطاها وما زال يعطيها وقته وحياته وجهده وتفكيره وليله ونهاره حتى وصلت لأفضل المراتب العالمية أشكره وأدعو الجميع لشكره شكرا خليفة شكرا من أسعد شعب لقائد الوطن شكرا